لا زال تواجد داعش في مناطق متفرقة في صحراء الأنبارة والتي من المحتملة تشكل خطرا على أمن واستقرار المدن المحررة الأمر الذي دفع الأهل في المحافظة بالمطالبة الملحة بشن عملية استباقية للقضاء على الخارجين عن القانون ليعمى الأمن والأمان في ربوع مدن واحياء الأنبارة التي ذاقت الأمرين من ظلم وجرائم داعش بحق البشر والحجر الناشد القوات الأمنية والناشد وزارة الدفاع والداخلية تجعل سلطون الضوء على المناطق للصحراء الرمادي وغرب الرمادي هذه صحراء مفتوحة وصحراء شبيرة المفروض تقيم عمليات عسكرية عليها نطالب من القوات الأمنية تركز على مناطق الصحراوية والصحراء الأنبار لأن تعرفوا لحد هذه اللحظة أكو جيوب لعناصر التنظيم في صحراء الأنبار نتمنى أن تستمر العمليات العسكرية في صحراء الأنبار القضاء على داعش وإنهاء تواجدها في محافظة الأنبار قيادات أمنية لها بصمات واضحة في مقارعة الإرهاب في الأنبار تؤكد استمرارها في ملاحقة الإرهابيين في منطقة الحسينيات والضبعات جنوب قضاء الرطبة والتي يتخذها داعش ملاذا آمنا حيث استطاعت القوات العسكرية من إلقاء القبض على عدد من فلول داعش وتدمير مظافاتهم التي يتخذونها كما خاب لهم للتخفي والهروب هناك عمليات نوعية في عمق الصحراء آخرها في منطقة الضبعات والحسينيات بإلقاء القبض على إرهابيين وتدمير أوكارهم قيادة عمليات الأنبار وقيادة شرطة الأنبار على خطة واضحة بأن تقوم بعمليات استباقية ضمن هذه المحافظة خاصة في عمق الصحراء والوديون عمليات نوعية تقوم بها القوات الأمنية العراقية للقضاء على الجماعات المتطرفة التي تحاول إعادة صفوفها من جديد في عمق المناطق الصحراوية إلا أن يقاضة القوات العسكرية توجه كل المخططات الإرهابية بالتعاون مع الجهد الاستخباري من الأنبار معاذ الفهد قناة التغيير